اقول بس عشان النقطة لما اتقالت اتقالت على ان احنا مطلوب مننا اسمعوا يعني معلش عذرا يعني وحدش يلوي كلامي محدش يلوي كلامي ولازم تعرفوا ان في استقبال الناس لكل الكلام مزاي باعلوا ولا بأس يعني بس عايز اقول لكم على حاجة انا بحاول بفهم الدولة ان الدولة تتصدى المشاكل المجتمع بيعاني منها من خلال منظومة تتعمل حول تاني بحاول ان الدولة كدولة تتصدى المشاكل وتحديات المجتمع بيعاني منها واسر بتعاني منها ما يقعش تفرج عليها كده ونقض نقول ايه طب نرفع عضايا في المحاكم ونعمل كذا ونعمل كذا طب الاسرة لغاية ما يحصل ده ما يحصل ده تعمل ايه افتكروا مرة ان انا كنت وانا من حوالي خمس سنين كده كنت بتكلم مع رئيس هاية الرقابة الإدارية في الوقت ده وقلت له ايه انا عايز يجي علي يوم في مصر هنا ان لو قدر الله اسرة فقدت يعني عائلها وايه واحنا بنتلع له واحنا بنتلع له شهادة يعني وفاته ان يكون بنتلع له اجراءات معاشه فاكريني الكلام اللي انا قلته ده انا قلت الكلمة دي قبل كده كان الفكرة معناها ايه معناها ان البيت ده ما يتهزش ابدا طب ما يتهزش ازاي بكلمتين حلوين اقول هون لوكم واحنا عادين هنا ولا ان احنا نعمل كدولة اجراءات الاجراءات دي في النهاية في النهاية تحقق اللي احنا بنول عليه انا كان تخديري والان انا اتكلمت فيه على الصندوق دوت والناس روح ولقيت بقس بعدها الطلبات الزواجة كترت جدا وقال لك نلحق قبل ما السيسي حياخد اننا مش عارف تلاتين الفيجر يعني حصل كده ما نمتبع بقى حصل كده صحيح كله راح قال لك نجوز العيال قبل ما يحصل ده طيب وماله حيبقى دايما فيه ردود عفعال مختلف انا معلش نسامحني يعني بس انا عايز اقولكم ان الصندوق ده الهدف منه ايه؟ بالهدف منه ان الاسرة ما تت الاسرة لما يحصل لقدر له هزا الخلاف وينتهي بانفصال البيت ما يبقاش فيه عوز فيه حوجة الست ما تت بغض النظر عن امكانياتها وقدرتها ما تبقاش محتاجة ما تبقاش فيه طب نقدر كدولة نعمل ده نقدر اشتركوا في القناة